أليس الناس جنون في لحظة واحدة أيضاً؟ كما ذكرت لكم، هذا غير مرة؟ وأنا أعرف اثنين أو ثلاثة، ثلاثة في الحقيقة من إخواني وأحبابي جن في لحظة واحد دخل يتوضى أبو أحمد يعرف القصة جن في الحمام في بيت أبي أحمد هذا هو يجلس واحد آخر أيضاً جنئي في موقف قريب واحد ثلاث هنا في فيينا كان لدي يزورني وادعني واتصل بي بعد زهار ربع ساعة كان مجنوناً حين اتصل بي كان مجنوناً شيء مرعب مخيف أقسم بالله العظيم ليس العلم ليس الفهم حتى العقل، الوعي، الإدراك يسلب الإنسان يسلبه في لحظة لأقرب لكم هذا المعنى لو فقه المتكبر شيئاً من هذا المعنى لعلم أنه لم يجوز له أن يتكبر أصلاً على أحد ما الخلق لماذا؟ لأن التفاوتات بين الخلق التفاوتات بينه كمتكبر وبين سائر من يتكبر عليهم أول شيء ما مصدرها العطاء الإلهي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الله هو الذي جعله أذكى قليلاً أقوى قليلاً أجمل قليلاً الله هو الذي يسر له سبيل الغنى سبيل التصلط والنفوذ سبيل العلم والفهم أليس كذلك؟ أليس الناس جنون في لحظة واحدة أيضاً كما ذكرت لكم هذا غير مرة وأنا أعرف اثنين أو ثلاثة ثلاثة في الحقيقة من إخواني وأحبابي جنوا في لحظة واحد دخل يتوضى أبو أحمد يعرف القصة جنة في الحمام في بيت أبي أحمد هذا هو يجلس واحد آخر أيضاً جنة في موقف قريب واحد ثلاث هنا في فييننا كان لدي يزورني وادعني واتصل بي بعد زهار ربع ساعة كان مجنوناً حين اتصل بي كان مجنوناً شيء مرعب مخيف أقسم بالله العظيم ليس العلم ليس الفهم حتى العقل الوعي الإدراك يسلب الإنسان يسلبه في لحظة الله هو قاسم الأرزاق كل الأرزاق مادية ومعنوية فالتفاوتات مصدرها ما هو؟ الله والله تبارك وتعالى إذا كان مصدراً للتفاوتات فحتماً وبالضرورة ولا شك ولا ريب ولا تردد في أن حكمة بالغة وراء هذا القسم في أن حكمة بالغة تقبع وراء هذا القسم إن فهمت هذه الحكمة سارعت في ماذا؟ فيما يرام لك من وجوه الخير واستفدت من هذه التفاوتات بما يساعدك على إكمال مسيرتك التكاملية فتكدح الكدح التكاملي لله تبارك وتعالى وتصير في كل يوم أجمل وأحسن وأفضل وأخير وأكرم وأرحم في كل يوم وإن لم تفهم عادت التفاوتات نكداً وتنغيصاً بل لعنة عليك وعلى من حولك ممن ابتلي بك من أهل وزوجة وولد وصديق وتلميذ وجار وحبي ومعرف والعياذ بالله فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا هذا الإنسان الكافر على الفكرة قيل هو أبو جاهل وأخير غيره هذا الكافر عموماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً الله يقول ليس التوسع في المال أمارة إكرام وليس التضييق في الرزق علامة إهانة يقول أنت لم تفهم الله يقول لهذا الكافر أنت بليد لم تفهم كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جمّاً لم نفهم ما موقع هذه الجمل مما تقدم فأما الإنسان إذا مبتلاه وأما إذا مبتلاه كلا بل الله يقول له كما قلت لكم ليس الإعطاء إكراماً وليس المنع والتضييق إهانة ولكن التفاوت حاصل من أجل الإبتلاء لنبلو بعضكم ببعض فنبلو الغني بالفقير هل يعطي أو يمنع الغني الذي أغناه الله من فضله هل يعطي هل يعرف لذوي الحقوق حقهم فلا يمنع ولا يشح أم يفعل ويمنع للأسف الكافر يمنع ويشح ويكز والمؤمن المهتدي لا يفعل بل يعطي ويرضخ ويوسع مما أوسع الله عليه به ومنه لا إله إلا هو الله يقول هذه الخطة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشاكرين اللهم بلى يقول هذه ابتلاءات هذه التفاوتات المقدرة مراد لله ومفعول الله ومجعول بجعل الله لا للابتلاء والامتحان ليس للإكرام لكي يأخذك الزهو والعجب والفخر بها وتفخر بها على غيرك أبدا وليس لكي تجمع وتمنع وتستكثر أبدا أنت هكذا رسبت في الامتحان عانت الخطة الإلهية عانت الخطة الإلهية لم تفهم الرسالة التكوينية لله فضلا عن أنك أهدرت الرسالة التشريعية التكليفية لا فهمت هنا ولا أدركت هنا أجيب هذا القرآن أجيب هذا الدين ولذلك انتبه عبودية المال مثلا من أخطر العبوديات قبل أن أدلف إلى هذا المعنى لابد أن أكمل المعنى الذي شرعت في تبياني وهو ماذا هذه التفاوتات إذن أولا أيها الإخوة تلحظوا باللحاظين أولا مجعور لله مقدرا يا الله لما علمنا ولما ذكرنا ثانيا على ما تدل تدل على أن الذي لا يليق أن يدخل في مقايسة ومقارنة هو الواحد الأحد من الغني غنى مطلقا من الذي لا يبيد ولا ينفد ما عنده الواحد الأحد ما عندكم ينفد وما عند الله باق عجيب ما عندكم ينفد ولو كان ثروة إيلون ماسك ثلاثمائة مليار ولو ثلاثة آلاف تريل ينفد ولا يكفي إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام وقد تنفد بوسائل أخر قد تنفد بوسائل أخر وإن لم تنفد في ملكك نفدت أنت منها بالموت انسى ولذلك هذه التفاوتات كما قلت لكم تبقى تفاوتات قابلة للمقارنة والمقايسة وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمي ما من عالم إلا وأعلم ما من قوي إلا وأقوى ما من جميل إلا وأجمال ما من غني إلا وأغنى ولا يقف عند حد يعني هذا دائما يبقى صحيحا يعني هذا الأغنى الذي جاء بصيغة الأفضلية الأغنى لن يبقى الأغنى أبدا ربما ليوم ليومين لسنة لسنتين لمدة عمر واحد ثم يأتي من هو أغنى يأتي من هو أعلم يأتي من هو أقوى باستمرار لكن الأغنى المطلق الأعلم المطلق الأقوى المطلق هو الواحد الأحد لا إله إلاه أغنى المطلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر